اشتركوا في القناة اقود الان بورغفارد هنزا 1500 من عام 51 سيارة فاخرة حقا واذا نظرت الى المقود والعدادات الجميلة ترى بريقا ذهبيا وعندها تشعر بميض المعجزة الاقتصادية بورغفارد احدى معجزات ما بعد الحرب فعندما عرضت هنزا 1500 في معرض جنيف للسيارات في مارس 1949 احرجت منافساتها الالمونيات فقد كانت اوبل وفورد وميرسيديس تعرضوا موديرات من الثلاثينات اي زمن ما قبل الحرب كما كان محارك هنزا متفوقا محارك الرشيق رباعي الاستوانات قوته 52 حصانا بينما محارك ميرسيديس 170 في مثلا استواناته اوسع بعشرة في المئة وقوته 45 حصانا فقط السرعة القصوى الرسمية لهذه السيارة هي 120 كم في الساعة لكن الوصول اليها يحتاج الى الكثير من الوقت والشجعة لان السيارة تهتز وتتأرجح في سيرها وانا وصلت الى سرعة 80 كم فقط في الساعة وهذا يكفي تماما رغم هذا فان المحور الخلفي للسيارة يمنع شعورا براحة فخمة بشكل مدهش المنظر في الامام مثير جدا ربما ينتابك انطباع بانك تقود سيارة ضخمة لكن الامر ليس كذلك وسيارة هنزم موجودة باشكال عديدة كليموزين او كومبي او الموديل الموجود بمتحف السيارة في فولسبورك وهو سيارة كابريو فخمة باربعة مقاعدة من شركة هبنلا نقطة الضعف الكبرى لهذه السيارة هي تروس السرعة كما ان تبديل السرعة الذي كان عصريا في الخمسينات يتطلب مجهودا لانك هنا لا تصل للتروس مباشرة وانما عن طريق وصلات وقطبان وغيرها ومن ثم تهتز السيارة وتتأرجح لكن عندما تسير تكون جيدة تم صنع 23 الف سيارة هنزا 1500 خلال ثلاثة اوام قيادة بورغفارد هنزا كانت للاشخاص الرسميين تقريبا لكن عندما قدمت هذه السيارة في عام 49 كانت حالة من الفن أول سيارة ألمانية بجسم عائم على النموذج الأمريكي وباقي كل شيء بسيط القليل من الكروم والزخارف وبدون حواف أو بروزات ومن حيث التقنية كانت حديثة جدا وبداية من عام 50 بخيار أول ناقل حركة أوتوماتيكية ألمانية هنزا ماتيك وإذا ما نظرت إلى فولكسفاغن هبمولا فإنها تبدو في الواقع أكثر شبابية وانتعاشى وغرابة على الرغم من أنها تستخدم أشكالا أقدم بكثير استطاعت شركة هبمولا بتعديلاتها لكابريو تحويل الخنفساء إلى نموذج للجمال في ألمانيا الجديدة الخلفية الدائرية الجذابة والغطاء القابل للطيو وطلاء اللونين الأنيق جعل من هبمولا من فولكسفاغن سيارة فاخرة بمحرك قوته 25 حصانا أشعر أنها تناسبني أكثر من بوركبارت سيارتان فقط دخلتا الأسواق عام 49 هما بوركبارت الضخمة وفولكسفاغن هبمولا الكابريو الرشيقة بالمقارنة مع بوركبارت فإن هذه الخنفساء رياضية وجميلة كان الناس أنذاك يحبونها ولا يرغبون في الجلوس في الخنفساء العادية وهكذا حصل هبمولا على عقد لصناعة ألفين سيارة من هذه الكابريو لكنه لم يصنع عام 49 سوى أقل من 700 سيارة لأن المصنع احترق هذا الظرف المأسوي جعل هبمولا الكابريو النادرة سيارة مطلوبة جدا بسعر مرتفع ولم يتوقع منها حتى اليوم سوى 100 سيارة فقط الثبات على الطريق كان تحديا كبيرا سوى بالنسبة لبوركبارت أو الخنفساء ولا شك أن الإطارات الرفيعة والمحور المتأرجح من الأسباب التي تدعو للتركيز العالي عند القيادة عند الانطلاق يفضل الاستماع لنصيحة مصمم الخنفساء فيردناند بورش بتركي محارك بوكسر ربعي الأسطونات ساخبا تستغرق خمسين ثانية لتصل لسرعة 100 كم وسرعتها القصوى 105 كم في الساعة وعلى أي حال هنا تعصف الرياح في أذنيك وكأن لديك شعور بأنك تتحرك بسرعة فائقة كان ثمن الخنفساء الكابريو من هب ميلر 7500 مارك أما الهنزة الكابريو فكان 11400 مارك إذا خيرت بين سيارتي هب ميلر الكابريو فسأختار الخنفساء لأنها أخف وزنا وشكلها جميل بطريقة غير عادية نعم العددات بسيطة وتوحي بالتقشف لكن التواضع يعجبني أي تواضع فالسيارتان لتزلن حتى يومنا هذا من سيارات الأحلام